اهلا بكم من جديد للجلسة الثانية سي على التوالي ترتفع مؤشرات البورصة المصرية مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين الأجانب لنأخذ نظرة على اغلاقات المؤشرات لهذا اليوم اي جي اكس 30 صعد بأكثر من 10% وأغلق عند مستوى 11300 ونقطة كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 بنهاية تعاملات اليوم ب21% وأيضا صعود في اي جي اكس 100 بأكثر من 1% وقيم التدولات تجاوزت المليار و800 مليون جنيه مزيد من التحليل لأداء المؤشرات المصرية خلال هذا الأسبوع مع ضيفي الذي يشرفنا في الستوديو محمد كمال محلل أسواق المال أهلا وسهلا أستاذ محمد وخلينا نبدأ بالمؤشر التلاتيني النهاردة تخطى حاجز 11300 هل يعني بترى انه بيحمل من العوامل التي تجعله يستمر في موجات الصعود؟ بالتأكيد يمكن احنا لو شفنا أحجام التداول في شهر أغسطس الماضي يمكن احنا شايفين انه هو من أكثر الشهور أحجام التداول تقريبا منفزين 48 مليار فأعتقد ان الزخم الموجود في أحجام التداول أو زيادة أحجام التداول في شهر أغسطس بيأهننا طبعا زي ما شفنا بداية شهر 9 النهاردة مع ارتفاعات وتخطي الحاجز الهام ونقطة المقاومة الهامة عند مؤشر EGX 30 هو 11200 نقطة اعتقادي ان احنا سبتنا فوق 11200 بالتأكيد طبعا هنستهدف نقاط أخرى في المؤشر عند 11500 ثم 11800 نقطة إن شاء الله في القريب العاجل هل ما زالت أسهم المضاربات هي الأسهم الأكثر جذبا للمستثمرين الأفراد وهذا بالرغم من المراكز المالية القوية لأسهم المؤشر الثلاثيني الحقيقة يمكن الأفراد دايما بتفضل الأسهم المضاربات أو الأسهم المتاجرات السريعة أكتر منها البلوشيبس أو الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر اللي طبعا بتكون مرجحة أكتر للمؤسسات المالية سواء الأجنبية أو المحلية أعتقد أن دخول الأفراد منذ فبراير قبل الماضي مع بداية جائحة كورونا واستحوازهم على النصيب الأكبر من الأحجام التداول والتداولات في السوق مع غياب بعض الشيء للمؤسسات في السوق أعتقد هو ده اللي أهل مؤشر إيجي إكس 70 للارتفاعات المتتالية على مدار قرابة عام ونصف يمكن دخلين فيه نحن بنتكلم من فبراير قبل الماضي أعتقد انفراد التداولات للأفراد كان لهم الباعة الأكبر عن طريق الدخول في أسهم المتاجرات السريعة والمضربات البورسة ستبدأ في شهر سبتمبر الحالي تطبيق عدة تغيرات منها مثلا اعتماد وتفعيل الألية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق وأيضا تخفيف القيود على تداول الأسهم في ذات الجلسة لو تواضح لنا فروق الاحتساب الجديدة وأيضا كيف ستؤثر على أحجام التداول ومعدلات الدوران طيب لو بنتكلم على الإغلاقات الجديدة احنا كان المتعرف عليه أن احنا كان بيبقى فيه جلسة استكشافية قبل جلسة التداول دي كانت بتبقى قبل جلسة التداول تقليبا بربع ساعة بيبقى فيه عملية استكشافية لسعر الفتح للأسهم حاليا بيتم تفعيل ألية الإغلاق للأسهم باحتساب متوسط مرجح من ساعة اثنين وعشرة قبل نهاية الجلسة من الساعة اثنين وعشرة بيتم عمل أوكشن أو مزاد للأسهم بعرض وطلبات ويتم إغلاقه في ساعة اثنين وخمسة وعشرين قبل نهاية الجلسة بخمس دقايق ويتم احتساب متوسط أو إغلاق للسهم قبل نهاية الجلسة بخمس دقايق وبيتم إعادة الجلسة مرة أخرى أو تشغيل الجلسة مرة أخرى في آخر خمس دقائق لتفعيل سعر الإغلاق على الأسهم اللي يمكن ده بيفيد أكتر في التحليل الفني وحساب المؤشرات بشكل كبير يمكن احتساب سعر الإغلاق بيؤثر بشكل كبير جدا على التحليل الفني وعلى الرسومات البيانية للتحليل الفني وأيضا يمكن معظم الأسواق الأوروبية والأسواق المنطقة ابتدت تحتسب مثل هذه الحساب الإغلاقات أعتقد عشان كمان نتباعد عن شبهة أن فيه مؤثر على السهم في آخر تداول ليه محدش يقدر يؤثر على السهم بوضع كميات كبيرة أو بوضع كميات وهمية لتأثير السوق أو توجيه السوق أو توجيه السهم بشكل أو آخر في حالة أنه زي ما قلت لحضرتك هي فكرة فكرة أننا حضرتك هنعمل مزاد الطلبات والعروض وهيتم الماتش ما بينهم أوتوماتيك من قبل السيستم ويتم احتساب سعر إغلاق بعيدا عن شبهة بقى أن احنا هنبتدي نشوف توجيه للأسهم أو وضع كميات وهمية في السوق طبعا هو السيستم هو اللي بيحسب سعر الإغلاق من المزاد اللي بيتم فأعتقد دي تطوير من ضمن التطويرات اللي بتقوم عليها إدارة البورصة الجديدة سواء تتشين مؤشر للسندات أو تحسين سعر الإغلاق بشكل جميل ممتاز لنتحدث عن أداء القطاعات كيف تقيم أداء القطاعات المختلفة لنتحدث مثلا عن القطاع العقاري أيضا التعليم والقطاع الطبي بالذات أنه شهدت هذه القطاعات صعود في معظم مكوناتها هيمكن القطاع العقاري في البورصة المصرية من أهم القطاعات ودائما وأبدا كان من ضمن القطاعات الرائدة وليدر للسوق بيسبق صعود السوق في الفترة الأخيرة احنا شفنا حراك على أسهم العقاري وبعد بعض المبادرات التي تخذتها البنك المركزي زي تفعيل مبادرة الإقراض أو تمويل مقابل 3% أعتقد ده نشط سوق العقاري بشكل كبير جدا وأيضا المبادرات الحكومية والدخول في مدن الجيل الرابع أعتقد كل هذه المبادرات وكل هذه الأمور بتؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري لو بنتكلم على القطاع العقاري هو الموجود في سوق المال المصري هو زاخر بالشركات للمطورين العقاريين من أهم شركات المطورين العقاريين في مصر وأيضا الشرق الأوسط بشكل كبير جدا أعتقد أنه هو قطاع واعد ودائما وأبدا القطاع ده كان بيقود السوق نحو الارتفاعات وده اللي احنا شايفينه فعلا في الفترة الأخيرة دراسة اليوم لبلتون قطاع البحوث طبعا في شركة بلتون المالية القابضة لديها توقعات إيجابية بخصوص أداء البنوك الكبرى ذات الرأس المال القوي بالذات بعد ارتفاع أيضا أسهم البنوك الأصغر وهناك نظرة إيجابية بخصوص قطاع البنوك قطاع البنوك في مصر من أهم القطاعات وأكثر القطاعات صمودا وتنظيما وتطبيئا لقواعد القيد والحوكمة بشكل كبير جدا يمكن احنا شفنا على مدار عقود تأثر بنوك عالمية بشكل كبير جدا ولكن السيستم الموضوع للبنوك المصرية أعتقد بيقوم عليه البنك المركزي من أهم القطاعات الموجودة في زي ما قلت لحضرتك حوالين الشرق الأوسط قطاع البنوك عندنا في مصر من القطاعات المهمة جدا نتائج أعمال البنوك دائما وأبدا بتكون نتائج مغشرة وإيجابية بيتم أخذ فيه الاعتبار احتياطيات سواء لمديونيات أو ما إلى ذلك أعتقد أن التقرير الصادر بالتأكيد طبعا بيعزز من أداء القطاع البنكي الموجود في سوق الأوراق المالية بالتأكيد هنشوف فيه طفرات سعرية بشكل كبير جدا بقيادة سهم التجاري الدولي اللي دائما بنشوف ميزانياته بشكل كويس وطيما بيكون إقبال من قبل المستثمرين الأجانب قبل المستثمرين المصريين محمد كمال محلل الأسواق المالية شكرا جزيلا لوجودك معنا الليلة مشاهدين أنا توقف مع فاصلا آخر ألتقي بعده محمد أنيس المحلل الاقتصادي لنتحدث عن دخول التخفيضات الجمركية لدول تجمع المركزور حيز التنفيذ كونوا دائما معنا